بألم وحسرة تقضي الحاجة أم علاء يومها الرمضاني مع عائلتها في مخيم النازحين بمنطقة الكلك الفاصلة ما بين الموصل وأربيل فارتفاع درجات الحرارة ونقص الأدوية وشحة الماء والطعام مصاعب بدت تثقل كاهل النازحين خلال شهر رمضان حايرين برمضان كل شي ماكوا بهالحر قاعدين ولا ماء بارد ولا مبرد وتربان وغطاين كل شي ماكوا واني مريغة ما أقدر أقوم بهالبني معه وواقع ما أقدر أشتري لي ربع قالب ثلج الجهالي ما أقدر أشتري ثلج فلوس ماكوا هذا حق على العالم قمنا نشرب من الحنفيات مويل وصخ زيان وكنا صايمين ورمضان الخيم المتواضعة التي تأوي النازحين القادمين من محافظتي الموصل وصلاح الدين لم تستطع أن تقيهم حرارة الشمس اللاهبة ما دفع تلك العوائل النازحة إلى مناشدة المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات لا خدمات لا ماء ما موجود كهرباء ماكوا العوائل بهذا الشهر رمضان ماكوا كل شي ماكوا ونطالب المجتمع الدولي بهذا الشهر هذا الفضيل كل شي ما عنا دواشق ماكوا مخاد ماكوا بطانيات ماكوا خيام كلها خربانات ليش ويرحموا بحاننا نحن مناش بقارة جائعين مهجرين سبع عائلات قاعدين دواشقين معنا كيوا التمر ماكوا بيوتنا الحرة نقلت معاناة العوائل النازحة إلى إدارة قضاء خابات المشرفة على أوضاعهم والتي أكدت بدورها بناء مخيم جديد في المنطقة ذاتها بمواصفات عالمية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لاستيعاب أكثر من 2500 نازح بعد ما امتلأت كامب خازر في الكلك للنازحين المصلاوين بدنا بإنشاء كامب جديد بمساعدة UNHCR ومنظمات الدولية نحاول أن نقيم الكامب الجديد بستاندارد العالمي ومواصفات جيدة حتى يستوعب أعداد أكثر من 2500 الموجودين هناك لأن الأرض هنا ما يكفي وخدمات قليلة أوضاع إنسانية صعبة يعيشها النازحون في هذا المخيم تجلت ملامحها في وجوه العديد من الأمهات اللواتي تعتصر قلوبهن ألما على محل بهم من مخيم الكلك في محافظة أربيل منير أسعد الحرة